أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون الاثنين الموافق 25 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شام النسيم وعيد تحليل سيناء كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق الخامس من شهر مايو المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضا وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفتر المبارك